داخل أحد المنازل في العاصمة الفيتنامية هانوي تجتمع سيدات مسنات لتعلم اللغة الإنجليزية بهدف التواصل الاجتماعي مع بعضهن البعض إضافة للحفاظ على أدبيغتهم في الوقت الذي يظهر فيه أن التعلم اللغات يساعد على حفاظ القدرات المعرفية وتعزيزها ليست كبيرة لتعلم الإنجليزية هكذا قالت السيدة نجوين ثيلوك التي تبلغ من العمر 79 عاماً فهي تنضم كل ثلاثاء إلى مجموعة من الطلاب المسنين لدراسة اللغة في منزل يقع في هانوي بهدف التواصل الاجتماعي والحفاظ على دماغها لأنها بالتعلم لن تكون مسنة بحسب وصفها على الرغم من تقدمنا في السن لا يزال يتعين علينا محاولة الدراسة لأن الدراسة تساعد الدماغ وعندما نعمل على أدماغتنا لن ننسى أو نفقد طريقنا قبل أربع سنوات افتتحت الفيتنامية فونغسي ألين الفصول الدراسية بهدف منح كبار السن مكاناً للالتقاء الاجتماعي وتعلم شيء جديد خاصةً وأن كبار السن في فيتنام يعيشون بمفردهم أو مع أبنائهم دون اللجوء لدور الرعاية ومع عدد من المتطوعين تعمل ألين على تعليم 200 موسن حيث تأخذ إجازة من صاحب العمل لتذهب إلى الفصل التطوعي وتجد المتعة بسبب جدية طلابها في تعلم لغة التي باتت أكثر شيوعاً في فيتنام منذ التسعينيات